الهروب المجنون لجواكيم كوزمان الملقب بإلتشابو من السجن تجمدت على الفور حركة رجال حفر برفقة معاول ومجرفات الحفر الذين كانوا يواصلون حفرهم بنفق تحت أرضي بالمكسيك حيث كانوا يسمعون عبور السيارات من فوقهم وكانوا حذرين من أي حركة غير اعتيادية كما كانوا يواصلون الحفر بعد عبور الدوريات من فوق رؤوسهم وبعد وصولهم إلى ثلاثون قدما تحت الساحة الرئيسية للسجن كانت فرص كشفهم منخفضة كثيرا فكان لا مجال للخطأ خصوصا بعد مرور عدة أشهر من المجازفة كل ذلك من أجل تهريب إلتشابو أخطر تاجر للمخدرات بالمكسيك والذي لقب بمالك المخدرات فما هي قصة جواكيم كوزمان أخطر تاجر للمخدرات مع التهريب هل نجح رجاله من تهريبه بعد حفر نفق تحت أرضي من داخل السجن؟ مشاهدين الأعزاء إن كنتم أول مرة تشاهدون فيها فيديوهاتنا فندعوكم إلى الاشتراك بالقناة للتوصل بكل ما هو جديد وشيق أما عن متابعين الأوفياء فندعوكم إلى الضغط على زر إعجاب إذا أعجبكم الفيديو كما لا تنسوا متابعة الفيديو إلى الأخير لمعرفة التفاصيل المثيرة لقصتنا لهذا اليوم لنشاهد لأشهر طويلة قام رجال بحفر نفق تحت أرضي باستعمال أدوات يدوية من معاول ومجرفات ترابية في ظروف صعبة وخطرة وبأعداد محدودة من الرجال لكن محترفة من أجل تحرير إلتشابو كوزمان كان من الممكن أن يكون الأمر سهلاً لو لا استعمالهم لآلات حفر ذاتية لكن لا مجال للمخاطرة كان بين أيديهم حيث قاموا بحفر يدوي لتجنب أي ضجيج من الممكن أن ينبع من آلات الحفر الذاتية التي من المؤكد أنه لو تم استعمالها كان سيتم رصدها من قبل مركز الاستشعار بالذبذبات الأرضية كانوا على تركيز عال بالمنطقة التي سيبدأ منها الحفر التي تبعد بأميال قليلة من محيط السجن بعد ذلك قام فريق إلتشابو بالتركيز على قطعة أرضية مناسبة للبدء منها وقاموا ببناء منزلين على القطعة الأرضية التي توجد على مقربة من المجال الأرضي للسجن من أجل الاستقرار بها والتغطية على ما سيقومون به خلال الأشهر القليلة القادمة من حفر للنفق قام الرجال بالاكتفاء بجدران المنزلين وإعطائهما منظرا طبيعيا بعيدا عن الشكوك لأنه بالتأكيد لن يسكن المنزلين ولا حاجة لهم بتفاصيله الداخلية كما لم يكن هناك داع لإضاءة المزيد من الوقت كان على الفريق المكلف بالحفر ضغط كبير جدا فكان يتوجب عليهم إكمال الحفر بسرعة خيالية نظرا لاحتمالية نقل إلتشابو إلى سجن آخر في أي لحظة حيث كان المجرمون الخطيرون بالمكسيك عادة ما يتم نقلهم بين الحين والآخر لمختلف المراكز السجنية لتجنب أي محاولة منهم للهروب كما أن إلتشابو لم يكن استثناءا كان كل يوم يذنون به خطوة إلى الأمام من جهة يأملون عدم تبخر جهودهم من جهة أخرى حيث أن نقل إلتشابو إلى سجن آخر يتوجب عليهم البدء من جديد من مكان مختلف كليا لكن سرعان ملافت المنزلان أنظار السلطات والمراقبين المحليين فبدأت التساؤلات تراودهم عن سبب بناء منزلان في منطقة نائية بتلك السرعة وتركهما بجدران حافية من دون أي معدات أو أغراض داخلية كان الضغط والوقت عاملان ثقيلان جدا عن الفريق كما أن إلتشابو بالرغم من كونه أخطر المجرمين القابعين في ذلك السجن وبالرغم من عنفه السابق تجاه العديد من الناس والشرطة إلا أنه كان هاذئا جدا بالداخل وكان حسن السلوك مع الحرس والسجنان كما أن مكالماته كانت مراقبة باستمرار وكانت برائده الإلكترونية مسجلة ومراقبة أيضا لكن لم تكتشف الشرطة من خلال مراقبتها له أي محاولة للهروب عبر نفق في طور الإنجاز كان إلتشابو محترفا حيث كان هدوءه وصبره مستقران للغاية لكن كان سرعان ما بدأ في فقدانهم كما أن الفريق كان بمواجهة مهمة صعبة جدا حيث كانوا يعلمون أنه لا مجال للغلط ولا مجال لإضاعة ثانية واحدة وأنه عليهم الانتهاء من الحفر بأسرع وقت ممكن لم يكن هدفهم الانتهاء من النفق قبل ترحال إلتشابو إلى سجن آخر فقط بل كان الهدف الآخر هو الحفر للوصول إلى غاية زنزانته من داخل السجن خلال فترة 16 شهرا من حفرهم كان النفق محفورا بمهارة وحرفية كبيرتين حيث بعد اكتشافه من الشرطة والعناصر المختصة بالمناجم والكهوف أكدوا على أن نفقا بتلك المواصفات يحتاج إلى ما لا يقل عن 18 شهرا من العمل أو ما لا يزيد عن سنتان بينما تمكن رجال إلتشابو من حفره خلال 16 شهرا فقط كان النفق فخما حسب أوصاف السلطات كانت به أعمدة خشبية منظمة على طول مسافته لمنع أي انهيار ناتج عن عمق المسافة كما كان بالنفق مضخة هوائية لتساعد على دخ الأكسجين إلى الداخل كي لا يفقد الفريق أنفازه كما أنه على أرضية النفق قام الفريق بتثبيت سكك حديدية التي يتم نقل الأتربة بها عبر ناقلات حديدية كما يقوم عمال المناجم بالضبط وكان الهدف الثاني منها هو نقل إلتشابو وجره من عليها فور وصولهم إلى زنزانته ليكون تهريبه سريعا للغاية كانت الأتربة المحفورة يتوجب الإلقاء بها بمكان ما لكن الفريق كان ذكيا بما يكفي لعدم الإلقاء بها في الخارج حيث من الممكن أن تلفت الأنظار بل كانوا يلقونها ويضغطونها على مخرج النفق فجأة وبمنتصف ليلة الخامس عشر من يوليو سنة الفان وخمسة عشر سمع الحرس من داخل الزنزانة الفردية لإلتشابو ضجيجا بحمامه الذي كان عبارة عن خدش حديدي بأدوات معدنية وخلال ثوان معدودة تم رفع بلاط السيراميك من قبل أحد أفراد الحفر ليتفاجأ بوجوده بالزنزانة الفردية لإلتشابو فعليا سرع إلتشابو بالدخول إلى النفق حيث كان عليه المرور عبر نفق ضيق طوله ثلاثين قدما بالكار يتسع لجسده حيث تمكن من الولوج إلى باقي الفريق وليتمكنوا بدورهم من نقله بسرعة بواسطة العربات الناقلة لطالما كان أعداء إلتشابو يسخرون من قصر قامته حتى أطلقوا عليه اللقبه الحالي إلتشابو الذي يعني القصير باللغة الإسبانية ولذلك كان الفريق على علم بطول زعيمهم فقاموا بتصميم النفق بطول مناسب كي يكون الزعيم مرتاحا ولكي لا يتسنى له الإنحناء على طول الطريق تمكن الفريق من إزاحة الأتربة في بداية النفق إلى الخارج كما تمكن إلتشابو من الوصول إلى العربات الناقلة حيث تم نقله عبرها كطفل صغير بمدينة الملاهي بعد دقائق معدودة وصل الزعيم إلى المنزلان اللذاني تم بناؤهما قبل سنة ونصف من طرف فريقه ليغير ملابسه ويخرج من باب خلفي لشاحنة كانت تنتظره لكن سرعان ما تم القبض عليه بعد شهور معدودة من قبل الشرطة حيث منزله الجديد الذي كان من المفترض أن يقيم به قبل أسابيع فقط من وصوله تم تسليمه من قبل رجال مسلحين للشرطة بعد أن تم القبض عليهم ليظل المنزل تحت المراقبة من قبل السلطات المكسيكية بعدما كان المجال الكهروميغناطيسي للحي الذي يوجد به المنزل مراقب تلقت الشرطة إشارة اتصال غريب يفيد بأن الجدة قادمة لم يستوعب العناصر جيدا من تكون الجدة كل ما تمكن من فهمه هو قدوم شخص مبهم وقاموا بمراقبة المنزل جيدا ورصدوا أي حركة به بعد مرور شهر على الاتصال وبأحد الأيام حاصرت الشرطة المنزل يتمكن من قتل عشرات العناصر الممثلة من الحراس الشخصيون لإلتشابو إلا إلتشابو فقد تمكن من الهروب مجددا رفقة أحد رجاله وأجل هرب من خلال نفاق بالمنزل مجددا خرج الزعيم وياده اليمنى أكثر رجاله ذكاء وقوة إلى حافة الطريق حيث أوقفوا سيارة عشوائية وقاموا بتهديد السائق بالسلاح إلا أن السائق كان ذكيا بما يكفي ليتمكن من إبلاغ الشرطة على الفور بسرقة سيارته التي تم أخذ معلوماتها وملاحقتها وما هي إلا دقائق حتى تمكنت السلطات من القبض على إلتشابو والرجل الهارب معه لم يستسلم إلتشابو أبدا بالرغم من القبض عليه حيث حاول إرشاء الشرطة بمبالغ خيالية وبمنازل فخمة وكذلك بأعمال ووظائف قارة تدر عليهم بالعديد من الأموال لأنه كان على علم بفساد نظام الشرطة المكسيكي السابق إلا أنه كان قليل الحض لمواجهته الجيل الجديد من الشرطة الذين رفضوا طلباته على الفور كان إلتشابو بالبداية حليما وهدئا وبعد رفض عناصر الشرطة طلبه تحولت ألفاظه إلى عنيفة وقاسية كما أنهم توعدهم بالموت واحدا تلو الآخر لم تكتفي عناصر الشرطة بالاستماع إلى تهديداته بل أرسلوا صورة إلى رؤاسائهم بالعمل ليرفقوها بتهديدات إلتشابو ومحاولة رشوتهم وما هي إلا دقائق حتى ينطلق أربعون قاتلا مسلح نحو الزعيم لإنقاذه بينما تلقى عناصر الشرطة الممسكون بإلتشابو بلاغا كاذبا يفيد بوجود عدد كبير من الناس بمطيل قريب سوف يتم إطلاق النار عليهم فورة وجه الشرطة إلى عين المكان بصحبة إلتشابو بالتأكيد وصل رجال الزعيم على الفور ليعلنوا عن معركة دامية كان إلتشابو يسخر بضحكة شريرة في وجه الشرطة حيث كان يقول لهم أن يفكروا في أشكال قبورهم وقبور أفراد عائلتهم أيضا لكن سرعان مبتلع إلتشابو ضحكته بوصول عدد هائل من عناصر الشرطة التي أحاطت بالمجمع من كل مكان ليتم القبض عليه وسجنه مجددا وسط حراسة ومراقبة من المستحيل أن تمكنه من الهرب مجددا وما هي إلا أشهر حتى تم نقله إلى سجن بالولايات المتحدة الأمريكية لضمان عدم تهريبه من قبل شركائه المكسيكيين وتجنب أي محاولة للارتشاء لتهريبه من السجن موسيقى 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 اشتركوا في القناة